هقرد لكم دلوقتي التشكيل المتوقع والاقرب لمنتخب مصر في مباراة موزمبيك بإذن الله ده الاقرب ده اللي جاننا دلوقتي من هناك دايما ما بقولش التشكيل اكيد بحبش بقول التشكيل اكيد عشان المداري ممكن يغير في اي وقت ممكن يكون فيه تفصيلة كده ايه تتغير بس ده التشكيل اللي غالبا هيلعب بيه منتخب مصر امام موزمبيك غدا محمد الشناوي في حراس المرمى محمد حمدي محمد عبد المنعم احمد حجازي محمد هاني في خط الدفاع محمد النيني حمدي فتحي وزيزو في وسط الملعب عمر مرموش محمد صلاح مصطفى محمد في خط الهجوم سيبوا التشكيل ده شوية كده عشان كابتر حسن مصطفى يعلق رأيك طب انت ليه محطتش برضه تاكد بنتي زيزو امام محطتش ليه مع عمر مرموش والدريزي جي لا لا ده اللي جاننا ده اللي جاننا كده من هناك فاهم فاهم انه يا زيزو يا امام عشور بس الباقي هو تقريبا هو ده اللي هيلعب بس لسه الكلام على زيزو يا امام عشور يا زيزو يا امام عشور هو ده التشكيل السنة مش هطلع يعني حط كمان ترزيجين ناحية الشمال يا ترزيجية مرموش يا مرموش يعني هو ده لو تيجي تفكر يعني مثلا ناحية الشمال محمد حمدي يعني هو دهوقتي اللي جاهز هو دهوقتي الرجلي في الملعب ابو الفتوح بقاله فترة كان عنده شوية مشاكل وكده نفس القصة برضه محمد هاني هو رجله في الملعب وكده برضه عمر كمال بقاله فترة رجع من اصابة حتى اخر مطش كان مستوى برضه مش قدي كده عشان لسه راجع اهي بالزرط عشان حاجة تانية لأ عشان بقاله فترة ملعبش السوبر المصري لو كان لعب المطشين دولار كان هتلاقيه مستوى احسن من كده وكمان برضه اهل زمالك اهل زمالك فكانت برضه الوحيد ربنا يكون فعوني هو بالفتوح برضه نفس القصة فده التشكيل اللي شايفه لا ده التشكيل المثال طب زيزو ولا امام في المطش دوت انا شايف لا زيزو زيزو بيعمل حتة حلوة بيكمل نا بيكمل نا بيكمل نا الراجل بيعمل ايه لما فيه اوقات كتيرة جدا بيخلي زيزو هو اللي يروح مكان صلاح وصلاح يخش فروت تاني يبقى كنون بنلعب اتنين فروت وزيزو بيلعب نحيط اليمين زيزو يروح جناح يعني ممكن ما يعملهاش اوي امام بيخترق ياخد كرة ويخده تلاتين اربعين يارضة بس من العمق ويمام حتى لما بيعملها بيعملها احلى عالشمال عالشمال ايه بالزبط اه يعني عشان الامام عشوق كان جناح شمال كان بيلعب فحرص الحدود بالزبط كده بيعملها عالا حيش ما بصول ما هيعملهاش اوي عالا حيش فزيزو بيعملها كده زيزو بيختارك فزيزو يعني انا شايف تشكيلة حلو بس لما تجي تلعب فرق أقوى أنا أقول لك هيشيل زيزو وإمام وممكن يلعب مرواه مرواه يبقى تلاتة دفندر دفندر كويسين ويعتمد على مرواه لما تجي تلعب وانتخب قوى وتشيل إمام وتشيل زيزو